معنا عبر الأقمار الصناعية لمناقشة قضية الإعلام الرسمي والخاص البروفيسور مح الدين قصار مرحبا بك سيد قصار شكرا كتير سيد قصار برأيكم ما هي أهم النواقص في الإعلام الرسمي السوري نحن ما عندنا إعلام في سوريا عندنا جهاز دعائي مثل ببعض الصحف وقنوات تلفزيونية وراديو فما يوجد جهاز إعلامي هناك جهاز دعائي يرتبط بشكل مباشر بجهاز الأمني الحاكم في سوريا سيد قصار كيف بالإمكان ضمان استقلالية الإعلام الرسمي؟ هذا الأمر يرتبط مباشرة بتكوين الدستور فالدستور السوري حتى في النسخة قبل الإنقلابية منه يضمن للإعلام حرية كاملة وحرية الصحافة ومارس الصحافيون في بلدنا لفترة طويلة رغم فترة الإنقلابات اللي مرت بالخمسينات كان هناك عدد الصحف عدد مثالي في سوريا بالنسبة لعدد السكان وصلنا في مرحلة يوجد في دمشق لحالة 25 صحيفة اليوم الآن عندنا ثلاث صحف وكل واحدة عبارة عن نسخة عن الثانية فالدستور هو الضمان الأولى لحرية الصحفية والحرية الإعلامية هناك محاولة تمت بسيطة في مطلع حكم بشار الأسد كانت هي عبارة عن محاولة لذر الرماد في العيون سرعان معادة القبضة الأمنية تسيطر على الإعلام السوري اللي هو عبارة عن إعلام دعائي للنظام الحاكم متابعة لحديثكم ما هي مظاهر معاناة الإعلاميين في سوريا؟ أول شيء فقر القراءة وفقر القراءات الآن إذا تأخذ نسبة عدد الصحف لعدد السكان في سوريا فتجد هي أوطى نسبة في العالم على ما أعتقد يعني أنا لا أذكر الرقم لكن تقرأه في بعض المراجع فهي إذا ما تعتبر أوطى نسبة في بلدان العالم ولكن من العشرة الأدنى الآن إذا تسأل في سوريا تمشي في سوريا لا يجد في سوريا بيت حتى الطرف السورية يعني بتقول أنه قبر عليه ساتيلايت لأنه هناك فقر جوع شديد للإعلام فما أحد يسمع الأخبار مثلا من التلفزيون السوري هم كلهم يسمعون من الجزيرة والقنوات الفضائية الأخرى يعني أذكر أحد الأصدقاء قال لي أنا أفضل أسمع على الأخبار الفرنسية رغم أنه ما بيحكي فرنساوي قال لي على الأقل بعرف أنه ما عم ينصبوا عليه فهو الإعلام في سوريا عملية دعائية ما يمس بأي شيء له علاقة بالحياة السورية فأنت لما تسمع على الفضائية السورية كأنه عايشين في جو ما له علاقة بمشاكل المواطن إنت شفت صورة من الأحياء العشوائية في سوريا وإنت عالجوا مشكلة من مشاكل البطالة في سوريا بشكل موضوعي ومعلوماتي صحية يوصب المعلومة الصحية للمواطن فإعلام في سوريا الآن تعيس جداً يعاني من غياب الحريات والحقوق الصحفية الإعلام الخاص بشكل عام هناك محاولات هناك صحفيين قادرين قادرين على إنجاز الكثير ولكن القبضة الأمنية هي تربط أي عمل إعلامي إبداعي ممكن بغض النظر عن نوايا الإعلام الخاص حسن النية ما يكفي لأنه العمل الصحفي فيك تكتب مرة مرتين لكن يحتاج الإبداع والإبداع ما يمكن يتم تحت قبضة الاستبداد يعني هلأ كم صحيفة نشأت وكم مجالة طلعت بمطلع حكم بشار الأسد واختفت مباشرة لأنه التجربة نفسها قضية عليها ما يراد من الإعلام في سوريا إلا أن يكون هناك زعيم واحد والصوت واحد يمجد له ويسبح بحمدة نعم هل لابد إذن من إلغاء وزارة الإعلام؟ نعم أنا برأيي شخصي أي تشكيل للرأي العام في سوريا يجب أن يكون حر يعني يجب أن لا ينفق أموال الدولة بأي شكل من الأشكال على تشكيل الرأي العام يعني ما يصح أن تأخذ أموالي أنا وأموالي المواطن السوري لتقنع وتستعملها لإقناعها العالم لإقناعها الشعب السوري ببرنامج البعث أو برنامج الليبرالي أو برنامج الشيوعي هذه أموال السوريين يجب الخاصة يجب أن لا تستعمل أبدا في تشكيل الرأي العام السوري لأن الرأي العام السوري يجب أن يكون حر فما يمكن هناك استعمال هذه الأموال الضريبية الأموال الخاصة المال العام في هذا التوجيه هذه عملية غسيل دماغ ليس عملية إنشاء معرفة عند المواطن السوري هل تؤيدون السماح بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة؟ طبيعي يعني عندما يحدث التغيير في سوريا في كل مجتمعات الأخرى تقوم الهيئة الدستورية بوضع الإطار العام لحدود الإعلام المسموح به يعني ما هي القواعد الأخلاقية الحاكمة في البلد ونقول قواعد أخلاقية متفقة عليها ما بيصير هناك قواعد أخلاقية ملتزمة برأي حزبي واحد أو جهة معينة يسارية أو يمينية فعندما تكون هذه القواعد في كل بلد من دول العالم هناك قواعد عامة يتفق عليها ويكون هناك إجمع شعبي على هذه القواعد فهذه القواعد هي الوحيدة التي تنظم الإعلام الخاص أما أن ينظم الإعلام الخاص من قبل الحكومة بالطريقة التي تقوم الآن بشكل حالي فهذا أمر غير منطقي أبدا لأنها تترك لديكتاتورية الفرد وديكتاتورية البورقراطي فهذا الحكومة بحد ذاتها الدستور يجب أن ينظم علاقة الحكومة بالإعلام بشكل عام ويقننها لأقل ما يمكن من تدخل الحكومة في وسائل الإعلام هل الحرية الإعلامية برأيكم تؤثر على وحدة الوطن كما يقول النظام؟ الحرية الإعلامية هي داعمة لوحدة الوطن لأنه طالما كل مواطن في الوطن يشعر أنه أمام حق تقرير مصير يساوي لأي مواطن آخر فأنت أمام شعب حر لا تهدده الحرية الإعلامية نعم هي المشكلة أن هذا النظام ينطلق من منطق الوصاية على المواطن فهو يقل لك في يوم من أيام أنه إذا فتحت الإنترنت للمواطن فهو سيشتغل في الفساد طيب من أنت حتى تقول له للمواطن أنت ستشتغل الفساد فهو هذه الحاجية والحكايات التي يحكيها النظام هي عبارة فقط عن موضوع تبرير للسيطرة على الأعلام يعني عفواً على المقاطعة هل من حق الأقليات القومية الأثنية العرقية إنشاء مؤسسات إعلامية بغير اللغة العربية؟ أي فئة تريد أن تتكلم لغة أخرى يعني أنت لما يكون عندك شعب واثق بذاته فهذه التعددية هي مصدر ثراء فلا يمكن أن تهدى لغة بلغة أخرى فإنما تسمع هذه القاعدة تقول لندع كل الزهور تتفتح فما يمكن أن يكون هناك شر يأتي من السماح للغة معينة أن تنمو في البلد يعني هي هذه عملية ثراء للإنتاج الثقافي للبلد بكل كل دعنا سيد قصار نتابع التقرير التالي ومن ثم نتابع حوارنا حول باقي محاور الحلقة فإلى التقرير في يوم الجلاء عام 1946 انطلق بث الإذاعة السورية معلنا خروج آخر جندين أجنبي من تراب الوطن ولم يكن بث الإذاعة نظاميا بل تركز خلال الإعلاد القومية والوطنية ورغم أهمية البث الإذاعي في الدول العربية خلال 40 و50 القرن الماضي إلا أن الإذاعة السورية بقيت ضعيفة وارتبطت بالإعلان عن الإنقلابات العسكرية يعتبر التلفزيون السوري الوسيلة الإعلامية الأكثر تطورا في سوريا وبالأخص في مجال إنتاج الدراما التلفزيونية بكافة صورها وتعبيراتها ويعود الفضل في ذلك إلى الكفاءات السورية المتميزة ووجود اقطاع خاص النشيط والدراما السورية تبز جميع نظيراتها في العالم العربي بحسب النقاد يعوى على التلفزيون الرسمي تكراره خطابات الرئيس وأخباره وأخبار كبار المسؤولين ويخلو من أي تحقيقات أو حوارات نقدية للأوضاع في سوريا بل يخلو حتى من تقارير تعكس واقع الحياة اليومية يلحظ المراقب أن قطاع تلفزيون يضم كوادر مبدع لكنها لا تظهر إلا بعد مغادرته ومشاركتها في القنوات العربية الأخرى فلا تخلو فضائية مؤسسة